طيب قبل ما أكمل باقي ما كتب النهاردة على الأهل في المواقع لأنه كمان في حاجات مهمة جداً بيتكلموا أو بتتكلم عدد من المواقع عن جهازية لعيبة في المرحلة القادمة لكن مهم جداً أروح بسرعة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة وعلى الهاتف زميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الآلي بسال خير يا شريف صحيح لك يا ريزاني محمد تحادي الهيب وتحادي الكل وشريف مع تحادي الكل ما خلاص بقى أنت يومياً مع النادي الآلي ومع فريق النادي الآلي في التدريبات فأكتر واحد يقدر يفيدنا ويدينا معلومات عن الحالة البدنية حالة الجاهزية الفنية هل لسه فيه إصابات طفيفة كانت في تدريب الأمس وأول أمس لسه مستمرة في تدريب النهاردة ولا الحمد لله شبه جماعي أو شبه اكتمال الصفوف في تدريب فريق النادي الآلي في هذه اللحظات كبير نقول لك أن التمرين بدأ في السادسة مساء يمكن بقاله حوالي 20 جيئة تدو بمحاضرة في واسط الملعب حوالي 5 دقيقة يتكلم فيها موديل الكرة الكبرسان عبد الحفيز طبعاً عن أهمية مباراة الموالين العرب أن الفريق بكرة هيتمرن الساعة 6 مساء ويوم الثلاثة هيكون التمرين صباحاً وهيتفضل لبرج العرب لمبيت للمباراة الموالين العرب ويوم الأربعة بإذن الله يكون الفوز من نصبنا وهيكملوا ببرج العرب معسكر إلى مباراة القمة يوم الأحد القادم يمكن بعد ذلك الجلسة يمكن أشاهد في إحمات لي كل اللاعبين ويمكن الشيخ هو اللي اشتكى كده هو وخرج من أرض الملعب بيس طبعاً أطمئلنا عليه بكتب إذن الله تكون صعبة خفيفة يمكن رمضان صبحين بارح كان بيجري صنار على العضلة الضمة ويمكن الصنار طمن الدكتور إن العضلة الضمة سليمة لكن النهاردة خافوا عليه والنهاردة كان معمول له بالنامج تمرين خفيف النهاردة دخل الشم دلوقتي عشان ينوم بعزة تمرينه وهيكمل باقي تمرينه في ملعب مختار ولكن مطمئنا مطمئنا من جمهور نادي الأهلي رمضان صبحي جاهز جاهز هي تم المباراة المحاولون العرب ما زالت الجلسات النفسية والجلسات منعاخضة مثل لسارتي مع اللاعبين كان فيه جلسة مع محمد ناجيب طويلة قبل بداية المران كان فيه جلسة مع رامي ربيعة برضو مثل لسارتي قبل بداية المران كابت سيد عبد الحفيز كان ليه جلسة مع خسام عشور كابتن رمضان صبحي وفي جلسة أيضاً مع كابتن محمد يوسف والكابتن سامي عمصان على الجانب الآخر كابتن طارق سليمان وتدريب الحراس الشناوي ولطفي وشوبير وأحمد طارق تمرين حراس على الجانب الآخر من ملعب تمرينة قوية جداً فيه الجم دلوقتي محمد محمود بتأهل وها محمود وحيد لسه مجدرش الملعب بإذن الله النهاردة يكون آخر تسليلي ويكون بكرة موجود في التمرينات بإذن الله الأمور كلها مطمئنة الأمور كلها بتوحي إن بإذن الله هيقدم مستويين أو مستوى قويس جداً في مباراة المولودة العرب وبإذن الله يكون يختمها أو ختم الموسم في مباراة القدمة بإذن الله يتمنى بإذن الله يفوز الآل في مباراة المولودة ومباراة القدم زميني محمد الفضل طيب مروان محسن بالأمس يمكن يعني في بعض الأخبار تلعت على إنه اشتكى من كدمة بسيطة في أصبت القدم هل النهاردة موجود معك في التمرين مروان موجود قدامك في الملعب ولا لسه الإصابة ممكن تمنعه من التدريب الجماعي النهاردة مع الفريق أنا مباراة اتفرجت على التمرين من الساعة 6 إلى الساعة 7 ونص 8 إلى 3 حجم التمرين مخلص روضان مروان كامل التمرينة كلها كلها مروان في التمرينة مش أي حاجة خالص خالص ها يعني الأخبار اللي قدام إنه هو اشتكى من كدمة بسيطة كده في أصبت القدم ده مش حقيقي لا مباراة اللي شفته اشتكى أحمد الشيخ ومحمد شري ودكتور نزل له مكمل التمرين مروان ما لفتش نظر قالت له اشتكى بباراة ممكن يكون اشتكى للدكتور مخدش بالي بس هو مكمل التمرينة كلها والنهاردة هو أمامي هو في ملعب مخترتش باك ويس التمرينات باك سليم وبالتالي مباراة الموارد العربي يمكن الشكل العام لدي الأهلي لا لا كل معظم يقوموا يعني ما شاء الله في الملعب أمامي وكلهم جاهدين لمباراة الموارد العربي يوم الأربعة الموجود بإنسان الله حمد فتحي عمر السلية محمد هاني باسم علي أحمد فتحي وليد أزارو كل العامة قدامك موجودة الحمد لله كله موجود الشام محمد أيمن أشرف كله موجود كله موجود مروار معالي معلول محمد شريت في دقرة كله موجود باسم كله موجود أمامي كله موجود حمد فتحي أزارو كله حسن السيد كله موجود كله موجود يعني شايف الحسن معشور كله موجود بإذن الله وصال حجومه أيضا الوحسنين الشحات خلينا نقولك سيد محمد نفسك الخشب بيقدم الأسبوع ده من تحت يعني فترات حسن الشحات في نادي الأهل يعني حسن الشحات يعني يعني لفظ النظر في تمرينة مبارح وتمرينة النهار ده وأول مبارح إن شاء الله مانا له رب التوفيق ومانا يأكد كلامك يا شريف ففعلا تصرحات على يالا كورا اللي مارتن لاصارتي بيقول فيها لدي قناعة تمة بالشحات وسيكون الورقة الرابحة للأهل هذا المسي محمد لفظ نظري يعني أنا من نادر اللي عيب يلفظ نظري في التمرينة محمد مبارح تين لفظ نظري في التمرينة حسن غير حسن بعد معسكر أسبانيا غير حسن ناوي عوض ما فاته فلا لا لا بطمنك وبطمن جميل نادي الأهل بإذن الله بإذن الله الفترة المقبلة اللي عيب نادي الأهل يعيزهره بشكل قوي جدا أمام فريق المخورون العرب وبإذن الله بوز يكون من ناصبنا مستلتارتي على طول لو محمد تاخد بالك مستلتارتي بيمتاز بعقد الجلسات على طول مع اللاعبين عشي حافظ اللاعبين 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 يتكلم مع بعض بالظبط الرجل شغال عليها باستمرار وبيتبت قاتل باستمرها الرجل بيستهيب صغير ولا كبير امبرح بعد عمل تخاصص على الجول وعمل تبريد الكورة وقف التمريد أكثر من المرة وبيصلح والتكتج بتاعه ما شاء الله فيه تدريب يا شريف على القرات السابتة فيه تدريب على الرقرات الركنية فيه تدريب على عدد من اللاعب على جزء تخصصي في نهاية المران ولا بيبقى تأسيمة جماعية بس في النهاية الرجل بيعمل لأول إحماقات وبعد كده بيعمل تخصص على كل من جماع النواحي اختراقات من العمق وعشان اللاعب يجع يفنش الهجمات لإجوان وبعد كده بيعمل تأسيمة وقف أكثر من مرة وبعد كده بيشتغل على الفولات بيشتغل على الدربات السابتة بيشتغل على كل حاجة الرجل بيسيب حاجة للزروب ولكن يبقى التوفيق فقط هو بس المتوقف بإذن الله يبقى معاه التوفيق ونقصة مباراة المقولين ونقصة مباراة الزمالك ونتوج ببطولة الدوري الممتاز البطولة المحبوبة اللي بقى جمهيري النادي الله ان شاء الله بإذن الله زمننا شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار والمعلومات